اشتركوا في القناة 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 على اليوتيوب قناتنا وايد من ستانر شباب استمروا تساعدوا مع بعض ترى ما اقدر اجواب على كل اسئالاتكم ساعدوا بعض فارجع لموضوعنا احين في وايد موديلات 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 ممكن نتدوده فيها ونتخربط فيها لكن بشكل مبسط حينخلي ننسى عن IV bridge بتشوفوني هني يقول لك ان مثلا الـ overclocking بها الموديلات بس تقدر تغير الـ CPU ratio وتقدر تساي overclock على الـ graphics اللي ما يعرف شنو معنات دي معناتها مو عارف الـ overclocking معناتها لا تهتم في هالموضوع لكن يقل لك الـ Z87 يسمح لك overclock على كل شيء حتى الرام فاللي يبي يساي overclock على كل شيء ياخذ لها الـ Z87 يعني يقل لك مثلا الـ Intel Clear Video Technology الرقم يعني الافتراضي اللي تقدر توصل فيه في USB 3 بورت يقل لك الـ 81 10 بورت و 2 بورت بها الطريقة يعني كل واحد يشرح لك CHAM بورت طبعا كل ما احسن المهادر بورت كل ما يسمح لك أكثر السي تا 2 والسي تا 3 شام يسمح لك قل لك مثلا الزي 87 يسمح لك 14 بورت USB 2 و 6 بورت USB 3 طبعا يعني ماعتقد إحد يحتاج هالكثر لكن بس كمعلومة وتشوفون هني السي تا 2 والسي تا 3 يسمح لك 6 سي تا 2 و 6 سي تا 3 حق هال ماذر بوردات فيمكن اوارم اللي بنسيون ريد او اكثر من هارد ديسك او اشي اشي يمكن بيحتاجونه يعني في اوارم واعد ممكن ال H81 او ال B85 كفاية يكون يعني فبعن عندك كنفنشنال PCI سابورت كلهم مافي يعني الكارد القديم كلهم مافي بعن تقدرون تقارنون كل الاشي هني اللي موجودة فانتو اذا بتدورون ماذر بورد دوروا الماذر بورد الصحيح حق الشيب الصحيح فلازم يكون السوكت 1150 شباب حق الانتل هازول اللي ارقامهم بال 4000 نزين وموجودة اللي استهني تقريبا هاي بس اللي بغيت اقوله على السريع فانتبهوا شباب لما تشتون ماذر بوردات و اذا شفتوا واحد من اخوانكم يقول شباب يعني اش رايكم في هال تجميعة خبروا طريقة حلوة خبروا ان ترى التجميعة هاي بتعتبر قديمة و بتكون تخسر فيها فلوسك اذا خذتها خذت تجميعة ايداد خذ الانتل هازول و مشكورين شباب اذا عندكم اي سؤال بليس سئلوني المعذر انا مقدر اجوب على اسئلاتكم بالسرعة اللي ابيها لكن ان شاء الله اجوب عليها مع الوقت جبكم في بل يتار ان شاء الله اشتركوا في القناة